السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهلا بكم عودة على جملة من الأخبار والتصريحات الجديدة مقبل في بداية الفيديو هذية نحبه نترحمه نيس الكل على رحلة ريم الحمروني ممثلة وأعلامية معناها روحة مريحة تضحك برشة تغني برشة تعمل جو في كل بلاتو اللي حاضرت فيهم فما معناها برشة نيس تصدمت في خبر الوفاية طالهم لا اعتراض هي صغيرة توفيت سبب الوفاية هو أزمة قلبية ووزارة ثقافة يعني حبطة نعيل للممثلة والإعلامية ريم الحمروني توفيت اليوم 19 فيفري 2023 تقول هي من خريجية المعهد العالي للفن المسرحي كانت بداية مسيرتها الفنية مع الراحلة عزدين جنون شركة في العديد من أعماله على غرار رهائن غيلان مسرحي تشقف واربع وقت السيرين جنون ونوار الملح للبحر الرحالي وغيرها من الأعمال المسرحية أيضا كان لها عدة مشاركات سينمائية على غرار فيلم صندوق عجب الرضا البيهي وتلا منامور المهدي الهميلي وفتري الوليد طايع برشة يعني أفلام أخرين في تلفزة الشيشة الصغيرة برزت في مسلسل طوق للراحل شوقي الماجري في مسلسل الحرقة لصعد الوسليتي ستكوم الحجامة يتعدها كديمة على الوطنية والخياطة الزيد لتيم إلى جانب عملها كأعلامية من خلال معناها برشة إذاعات خدمة في راديو كلمة خدمة في موزايك خدمة في شمس وحاليا هي تختم في إذاعة ديوانة فيم مع عفيف الغربي والخبر كان صادم خبر الوفاة اللهم الاعتراض ورب يرحمها ونعمها ورب يصبر أهلها والناس اللي حبوها سامحوني والناس اللي عرفوها الكل من عائلتها ولا الفننين ولا العالمين وكل وإنه لله وإنه إليه راجعون هذا بالنسبة اللريم الحمروني نرجع إلى الأزمات السياسية طبعا حديث الساعة هو مش الإقافات بشكل أولي وإنما نحكيه على الملف من تأتي هذا الشغل وقرار رئيس الجمهورية وأمر رئيس الجمهورية طرد النقبية الأوروبية من تونس في دار 24 ساعة كنا شفنا التصريح أولي لسامي طاهري ولكن فما تصريحات جديدة لسامي طاهري ولنوردين طبوبي الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل اليوم كان صرح في افتتاح المؤتمر العادي للجمع العامة لأعوان وموظفي وزارة الداخلية والعومات في الحمامات تعمل اليوم أكد طبوبي بأنه الاتحاد لن يقف محايدا دون دفاع عن الحرية النقبية والفردية والعامة بمعنى أنه بشي تصدى لهذه الانتهاكات اللي يتهم بها هو رئيس الجمهورية يقول بأنه التاريخ أثبت دائما أن الاتحاد أكبر قوة خير وأكبر قوة مسؤولية وأكبر قوة حجة وأعداد ملفات يقول بأنه المرحلة الحالية تشهد هجمات ضد المنظمة وتشويهات ومحاولة إظهار الاتحاد كمنظمة متكلسة ترفض الإصلاح وهو غير صحيح يقول المنظمة واعية بالتحديات وبالخيارات الوطنية وتقبل بالحوار البرناء لما فيه خير البلاد والشعب التونسي يقول زيدا إتبوبي حسب نقل موقع شعب نيوز بأنه حضور الأمينة العامة للكونفيدرالية النقبية الأوروبية كان رسالة دعم ومساندة وتضامن ومش كما يتم الترويج له استقواء بالأجنبي يقول نحن لا نستقوي بأحد نحن نستقوي دائما بمبادئنا وتاريخنا وبمناظلين ولكن التضامن النقابي الدولي هو دروس قدمها النقابيون في العالم ودفعوا فيها الغالي والنفيس ودخلوا من أجله للسجون يقول أيضا أن التضامن النقابي الدولي شرف لكل نقابي في العالم وكان الاتحاد دائما قبل للنقابي الدولية وقال بأن الاتحاد سيبقى صامدا مهما مارسوا من تشويهات وشيطنة وفبركت ملفات كما وقع في الستينات والسبعينات والثمانينات ولكن بقي الاتحاد صامدا قويا ورحل كل من فبرك ملفات يقول أنه معناه تونس لا يمكن أن تبنى بخطاب الكراهية والاتهامات والسبب وبهذا الخطاب الذي لا يمكن بناء تونس هو طبعا يحكي على رئيس الجمهورية يقول طبوبي يؤكد أنه على ضرورة خروج البلاد من وضع السب وخطاب الكراهية يقول بأن الاتحاد عنده مؤسساته ولوائح صادرة عن سلطات قرار تسطر توجهات المنظمة يقول بأن الاتحاد مستهدف لأنه صوته صادق وقال كلمته بشكل واضح يجدد التأكيد الطبوبي على أن الاتحاد رقم صعب يقول لا نأباء التشويه والاتهامات يقول بأن التاريخ سيثبت أن المنظمة على حق وأنها تدافع عن مصالح الشعب ويأكد نوردين الطبوبي أيضا أن الاتحاد مستعد لمواجهة الهجمة ليريد البعض انتهاجها لتمرير مشاريع بيع مكاسب البلاد ويقول بأن السلطات التونسية معناها في القرار هذا معناها عمرها اتحاد ما كان يعني من أمم كما قلوا معناها عمره ما كان يستقوي بالخارج ذكروا بأنه رئيس الجمهورية أمرال بيرح بمغادة بسلطات التونسية بأنها تبلغ النقابي الأوروبي بأنها تغادر فورا بأنها شخص غير مرغوب فيه في تونس على خطر حضرت في مسيرة السفاقس وعطت تصريحات وقالت كيفش الاتحاد ومن يستهدف الاتحاد يستهدف العالم الكل والنقابيات في العالم والحوار والاتحاد جزء من الحل ومعني جزء من المشكل ومعناها قتل قيسي سعيد كف على استهدف الاتحاد وما إلى غير ذلك قالت هي الكلمة تذومة قيسي سعيد فورا أمرأ بترحيلها وأبلاغها بأن شخص غير مرغوب في سيمة طهري كان قال بأنه هي بتبعاتها مروحة اليوم وعليش وهذه وصمة عار وهذه فضيحة وكل اليوم زد كيف كيف صرح الوكالة رويترز وهبت تدوينها وقال بأنه الاتحاد يودين قرار طرد الأمينة العامة الاتحاد النقابية الأوروبية من تونس وقال هذا قرار صادم ويعتبر طهري في تصريح الوكالة رويترز بينه القرار لا يتضمن فقط مواجهة ضد الاتحاد العام تونسي للشغل وإنما أيضا مع الحركة النقابية الدولية ويقول قرار مخجل يلحق الضرر بصورة تونس الثورة تونس الحائزة على جائزة نوبل للسلام ويقول بأن المسؤولة تعرضت لمضايقات البارح ومنعت حتى من مغادرة الفندق لتناول العشاء واعتبر أنه ذلك أمر مخجل ووصم تعار لا تشرف تونس وستضر بمصالحها حسب تصريح سيمي طهري الأمين العام للإتحاد الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل وطبعا كان فما يعني كان يقول وحنا شعبي موافقة شعبية على قرارات رئيس الجمهورية بشكل كبير من خلال التعليقات تحت البيانة اللي هبط على رئيسة الجمهورية اليوم صار زاد اجتماع شعبي في منوبة قالوا أنهم يقيدوا قرارات الرئيس ويحظروا لمسيرة مليونية تضامنا مع رئيس الجمهورية وبشكل كبير ورانا أحنا مع الرئيس ومع القرارات ومع الإجراءات اللي يخذ فيها